ده موضوع مهم جدا بنعاني منه كلنا في البيت وفي الشارع وفي كل مكان فعايزين يعني حضرتك كده تتكلمي معنا عن السلوكيات وازاي انا اتعامل مع الشخص عصبي طفل طيب هي عصبية الاطفال بصراحة هو الطفل كان عصبي هو طفل عصبي طيب هو عصبي من ايه ايه سبب عصبيته هكيد احنا اللي بنتعصب عليهم هو اكتسب العصبيات دي من ايه من المحيط يعني المحيط الموجود فيه يعني من قصرته تمام علشان كده هو بقى عصبي طب انا بعد ما عصبته وخليته بقى سلوكه عصبي او معلش ممكن يكون اوحش من العصبي كمان مش عايز اقول ايه بس انا يعني بدور بقى على حل المشكلة طب انا كنت من الاول مش اخد بالي علشان ما خليش الطفل يعني مثلا يكون طفل في حياته ساوي تصرفاته سليمة يعني الرسول العصب والسلام يعني كان بيقول يعني مثلا ايه لو الطفل اخطأ يعني احنا انا شوفي انا شوف بعنايا الام يعني يعني بتمسكه تدربه ضرب يعني انا بصراحة انا ما بتحملش ان انا شوف طفل بيتضربه انا بشوف يعني حاجات يعني مثلا في مشكلة بينها وبنزوجها اقوم انا طلع الكابت اللي جواي ده على ابني او على بنتي انا مش انت مش متخيلة يعني ايه الضرب ده هيكون بعد كده اثروا النفسي عليهم ايه يا اما ضعيف الشخصية يا اما ما عنده ثقة في نفسه يا اما قلق يا اما متوتر يا اما مش بيعرف يتخذ قرار في حياته مزبزب يا جماعة انا ما بحبش الضرب انا ضد الضرب والرسول عزتو السلام ما قالش ابدا ان احنا نضرب وما حدش يقولي ده وقال مروا اولادكم بالصلاة واضربوهم الضرب عند الرسول كان يعني بصي ايديك دي ما توصلش هنا يعني تعليم توجيه مش ضرب اللي انا بشوفه ده وتعزيب والاسعب النار والامهات واشي بقى فيه بقى التكنولوجيا بتاعت الامهات بقى الضربة بالله يا اما الحدف بالله يا اما الحدف بالشيبشيب يا اما الحاجات كده يعني انا مش عارفة طبي لو نخدها على ان الامور بسيطة يعني نتعامل مع الاطفال دول على النوم كبارة على فكرة مش على النوم اطفال يعني كده بكبر دمخه وبخل المخوم يعني متيقص معايا لكن انا الضرب ده بيقتل فيهم حاجات انا مش ضدها بصراحة بس فيه غلطة كبيرة احنا بنغلطها يا دكتور تربيتنا لأولادنا احنا مدلعينهم صح اوه بيحصل دلع ان ابني يتكلم معايا الطريقة مش كويسة انت درستي علمي حضرت دلوقتي في دلع انا ابني لما يطلب كل حاجة ويلاقيها مجابة دي بتبوز السلوكيات عنده لانه خلاص ما تعودش ان فيه متاح وغير متاح لأ هو عايز كل حاجة متاحة بالنسبة له وده بيبقى عيب كبير جدا لان وقت انت ما بيبقاش معاكي ان انت تجيب الحاجة دي لأسف الشديد بتبقى فيه معاناة وبيبقى فيه حرب وهو مش بيعذر طيق هيعذر ازاي حضرتك اللي عاودتي من البداية اهه بقى ازاي ابني هي فعلا هو مش متعود انه هو انا ما معيش لما يبقى معي هاجبلك ما تزعلش ممكن يبقى معاكي على فكرة ممكن يبقى معاكي بس انت بتقول له سياسة نوم وش سياسة ياس لأ فيه ظن كمان من الطفل انه وقت الام او الاب ما يرفضوا الطلب يفضل يزني 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 بطريقة هو عارف الطريقة اللي هيوصل لهدفه ممكن بالبكاء ممكن ما يكلش ممكن ما يكلش ممكن يغضب ممكن يصرخ يخاصم يولي جابش مكلمة فيه حاجات كتير طبعا قلب الام حناين شوية تمام بتجري بقى على ابنها عايزة تسالحه وتجيب له اللي هو ده اول الطريق الغلط ده اول الطريق اللي احنا بندخل فيه غلط للأسف الشديد نحن لازم يكون فيه كنترول طبعا يعني فيه اوقات نقولها واوقات نقول لها لأ ولما هنقول لأ هنقول لأ على فكرة انا ما بحبش ان انا اقول لأ معلش يا دكتور مان انا مش هقول لي ابني لأ من غير ما اقنعه بذن سبع معلش انا لازم اقنعه لأ ليه لان انا نفسي لو انت حضرتك قلتلي انا هو كبيرة هو لأ انا مش هقتنع بكلمتك صراحة لازم هتقول لي لأ ليه انا اقتنعت خلاص يبقى انت دلوقتي لما هتوجيه ابنك لأ علشان كذا انت ربتي في حاجتين الحاجة الاولى ان انا ما معيش وبقول لك لأ عشان مش معايا في الوقت الحالي والحاجة التانية انه هو يكون عنده قناعة عنده قناعة الحاجة التالتة بقى انا بقول له انا بعمل كده معاك ليه يبقى انا دلوقتي بخليه فيه بيني وبينه حوار انا بعمل عشان كذا عشان كذا طب يقول لي يوم هو سائلني سؤال ارد على السؤال يوم أنا كده بابني في شخصيته ما اختلفناش بس ماينفعش إننا قديره كل حاجة واجي أكتر عنه مرة واحدة. لا ماينفعش. ده الخطابة لا. خلينا خير الأمور الوصلة هو إحنا من البداية تربيتنا لأطفالنا القناعة لازم. كان زون لا يفنى حتى لو أنا معايا فلوس إننا جيب له كل حاجة. لا ما جيب لهش كل حاجة بس أنا أعتقد بشكل حاجة. لأن أنا مش ضمن اللي بعد كده جاي شكله إيه. هشيلي له الفلوس. أنا بقول لحضرتك ممكن تشيل الفلوس. عايزة أقول لحضرتك كمان إن الطفل مش بيشكر. حاجة مهمة. لا لا. ومش بيشكر. آه. يعني أنت إمامة تعمليه. شوفي لأ هم هي هم أطفال يعني هتجيبه حاضر حاض طب هتجيبه لي دي آه كمان حاض طب ويه حاض طب حاض طب. بعد كده مش هيقول قال ده ماما دي جابتلي الله أعلم بقى. لو ربنا هدي كده وعنده نعمة الرضا ربنا يرضى علينا جميعا وعلى أولادنا رب. وفي رضا وقناعة من جواه. حتلاقي بيقولك. آه ده انت ماما بتعمليلي. شكرا. وربنا يخليك لأي. بانت كده وصلت الهدفك اللي انت عوزاه. لكن لو ما قدرشي أوحش حاجة بقى إن إحنا وإحنا صغيرين زمان ما نقدرشي إن تعب أهلين عشاننا فلما لما تيجي تلقاه في أولادك ما يقدروش تعبك عشانهم أكيد ده برضو تقصير مننا برضو. طبعا. لازم نوجههم إحنا بنتعب. إحنا بنتعب. ما كناش وإحنا صغيرين. بس كانوا والله كان برضو. بصي ما كانوش متعلمين ما كانتش. كانت الأمهات مش متعلمة كل العقل. الشهادات الجامدة والكورصات اللي بنسمع عنها. بس كانوا رضييننا تربية سليمة جدا. والله كان فيه أخلاق وكيوم. سليمة جدا. إحنا دلوقتي لابنشوف أخلاق ولا كيوم. الحمد لله. والأمهات معاها شهادات علية على فكرة. والأطفاء ما هم سايبينهم طول اليوم. معها شهادات علية. على التلفونات بيلعبوا على النت. إحنا كانت أمهاتنا يا جماعة. ما كانش فيه العلم ولا التحضر ولا التكنولوجيا ولا أي حاجة من دي. وكان. بس كان فيه قيم أخلاق. يعني التلفزيون.